وصلنا معكم لفقرتنا الطبية التجميلية يعني منكون عم نقلم على مواقع السوشال ميديا ومنشوف كتير من الفيديوهات لسيدات كان عندهم ترهل بنسبة كتير عالية بالوجه أو حتى الرقبة والجبهة وبسبب هاي الخطوات والخضوع لعمليات الجراحية التجميلية يلي ممكن تكون معينة بيرجعوا لحتى يصيروا صبايا وأكيد ممكن يرجعوا مثل ما كانوا قبلوا أحلى أكيد عم تبرق معاك هالفيديوهات أكيد ومشاهير عم نشوفهم على السوشال ميديا أقدر أنه في تخبيصات كتير عم بتصير العلم أكيد توصل لحلول مرضية بس أوقات بيكون في تعديلات على الصور يلي منشوفها يعني خلونا نكون منطقيين بتوقعاتنا وناخد بعين الاعتبار أنه المبالغة بهالنوع من العمليات ممكن تسبب تشوهات ومن فترة أصيرة شفنا هالشي لهيك اليوم حنحكي تفاصيل أكتر عن عمليات شد الوجه مع ضيفنا الدكتور شادي رحمة اختصاصي بالجراحة التجميلية يصعد صباحك دكتور يصعد صباحك دكتور أهلا وسهلا فيك معنا اليوم نحكي عن شد الوجه الجراحي بعض السيدات اللي محضرونا أنه تقول أنه إذا عملت شد وجه رح أرجع بنت العشرين خبرنا أكثر إن شاء الله كل السيدات تحضروا المتظيمة اللي حكيتوا لأنه فعلا كثير مهمة يعني دائما نحنا بالنسبة لع موضوع شد الوجه هو مجال واسع جدا وهو صار في كتير لغط وكتير خلط بين أنواع شد الوجه درجاته وشو العمر اللازم فنحن بهذه الحلقة رح نوضح كل هالأمور هي فسألتين سؤال كتير مهم أنه شوه درجات شد الوجه دائما لازم أول شيء نعترف بأنه كل صبية حلوة كل مرأة حلوة لكن لازم تحافظ على جماله يعني نحنا بشد الوجه مومتنا كجراحين تجميد لنرجع الجمال اللي ما هو على طبيعته أو اللي ما هو لأصله ولكن لا نعمل شي جديد ما نعمل شكل جديد ما نعمل تعابير جديدة لذلك أفضل شيء أنه نراعي هالتكنيك هذا اللي بحافظ على طبيعة الوجه فدائما نحن السن المناسب تحقيقا اللي ما نبلش فيه شد الوجه بيختلف باختلاف الجينات باختلاف العوامل المحيطة بكل صبية يعني أحيانا مثلا الأوروبيات اللي بيعدوا على البحر أربع خمس ساعات كل يوم تكون بشتهم كتير ريئة وبالتالي بيكون شد الوجه بيصير عندهم بفترة أسرع طبعا إذا كان النحفانة سمنانة إذا كفقدت توزن مفاجئ بكميات كبيرة بيرهي الوجه بسرعة لذلك خين قول إنه المعدل الطبيعي أو العمر الطبيعي خين هو الليت فورتي يعني بأواخر الأربعينات تقريبا لسبب إنه بها العمر هذا لأخر الأربعيين حتى تبليش؟ طب إذا في عنده بوقت مبكر ترهول لأحد الأسماء اللي حد تذكرتها؟ تماما ما في مانع يعني ما فينا عنا عنا عمر محدد أو عمر محدد فإنما هي بتقيم هذا يعني أحيانا إذا مقس وزنة خمسين كيلو لو عمر ثلاثين سنة ممكن تعملها أول شيء لازم تعملها الغدود وضغل الغلوغ فورا تماما تماما أحيانا في ناس بيكون عندهم الغلوغ أو ضغل المضاعدة كمان هي لازم تعملها بس المبكرة الحقيقة بأواخر الأربعينات الأفضل ليش في فكرة شائعة بالمجتمع أنه اللي تعمل شدوجه هي الختيارة أو هي الكبيرة بالعمر نحن نعملها بأواخر الأربعينات لسأب معين أنه أول شيء يسببين الحقيقة أول شيء ديمومته تكون أكبر يعني نحن نعمل العملية بسنة ستين أو السبعين ديمومة بالعملية خمسه ست سنين لكن إذا نعملها بأواخر الأربعينات لتضل خمسة عشر سنين بالإضافة أنه نرجع لطبيعة الشكل الطبيعي يكون أسهل علينا كجراحين بس يكون بأواخر الأربعينات من أن تكون بأواخر السبعينات لأن أخرى سبعين عدنا نشد الوجه بدأ ترجع عشرين سنة لوران فرص البجتمع ما رح يتقبلها أو هي ما رح تقبل حالا دكتور معنويا أفضل بس شوفنا عم نشوف صبايا عم تعمل هذه العملية أنا صرت ملتئية بأكتر من صبية عمرون وصغيره وعملين هذه العملية ممكن لقدام يرجعوا يحتاجوا يعملوا وبتصير ممكن نرجع نعمل العملية مرة تانية لا هو صبايا أحيانا بنا عملوا شيء اسمه ميني ليفتينج أو ما يعرف بالعاملية الشيء بيقوله أطبطين يعني راح تعملت أطبطين هذه درجات العمليات طبعا هذه تعابير أطبطين هذا معنو مضبوط هو ميني ليفتينج أو نيك ليفتينج يعني بس من نعمل الجرح بسيط اللي هو من نهاية السوالف لعند الإذن عند بلاية الإذن فهي تقريبا يعني أربع خمس أطاب تطلع لكن هي بتعمل هي الميني ليفتينج اللي بي بيعملوها عند الصبايا بأواخل العشرينات بأوائل الثلاثينات اللي هي بتعالج أكتر شي نور النخطوب النازوليبيات اللي هي بتشده به هالشكل هذا الحقيقة بعمار تاني ما عدنا نعمل الشد الوجه اللي كانوا يعملوه سابقا اللي هو شد الوجه الأفقي فقط لانه إذا نعمل شد الوجه الأفقي فقط اللي هو بس على الجلد هذا بيعطي الوجه الصمل أو الوجه البارد تعبيريا خلين قول لذلك لذلك بعد 15 سنة الشغل كل جراحة بمراحة متعددة أو بيقع بمراحة متعددة أو بيقع بمراحة متعددة دائما الجراحة التجميلية هي بحر وكل اليوم تواسعة جديدة وهي خبرة يعني هي خبرة أكتر مانا شي ثابت لذلك نقع بالمطبط نصير عنا خبرة كتير قوية فسنا نعمل شئ اللي هو نرفع الوجه بشأ تحت الأهداف ومننزل بالعمق الشئ اسمه اللي هو مننزل للطبقة اللي على سطح العظم العضلات ومنشد الوجه بشكل عموتي بالإضافة للشد الأفقي الكلاسيكي فهون نحنا أول شيء نخلق كراسي الخدود أو نعيد تشكيل كراسي الخدود اللي كانت موجودة سابقا بالإضافة أنه نعالج نازوليبيات فهو نحنا نطلب عدة عصفير بالحجر الوحيد يعني يدى الجراح الوحدة تماما فلازم نعمل شد جلد وشد عضلات العضلات نقصد فيها شيء اسمه أو الطبقة اللي فيها العضلية الشحمية اللي هي بلشت في سنة 75 تقريبا صار يعملوا هذه الطبقة وبالتالي تعطي رونق للوجه ونظار الوجه أو تعيد الوجه لسابق عهده أو خلينا نقول قبل 15 سنة من إجراء العملية تماما نحن نحكي عن درجات شد الوجه الجراحي حضرتك بذكرتك يا واحدة منهم اليوم شد الجراحي للوجه يعمل أشكاليات كثير كبيرة وخاصة بالشد الجائر يعني عم يعطي كثير فيك ما عم نقدر نعمل شيء يعني إذا بدنا نرجع نعمل شوية فلر نجدد البشرة لأنه الكولوجين اختفى بهذا الوقت يعني سلم تلمك هالكلمة الجائر هذا الشيء هذا دائما شد الوجه الصبية أو المرأة عندما تعمل شد الوجه يجب أن تعرف أين رايحة يعني هل الجراح رايحة عنده هل العرفان شو عام يشتغل هل هو عنده خبرة هل هو اختصاص الجراحة التجميل نشوف تنتاجه هاي أهم خطوة قبل ما تعمل عملية شد الوجه وما تسمع لرفقاتها أو للفيسبوك أو إنستا أو وسائل تواصل اجتماعي اللي غالبا هي صور متما اتفضلتي هي صور وأخبار مغلوطة يعني بيعملوا فلتر معين إنه فات جلسة واحدة قامل حب الشباب كلياته أشد الوجه يعني كلها مفروض الإنسان يكون منطقي يعني منطقي وعقلاني يعني ليس معقول واحدة فاتت عنده حب شباب طارش طارش كله أخمار أو مترهل مش شنحية في جلسة واحدة قامل تلفتين كامل يعني في شيء منطقي وفي شيء احترام عقل المشاهد يعني احترام الشخص اللي قدامك فدائما لازم تكون واعية ولازم تقعد مع جراحة عدل جلسات وتعرف هي شو بده بالزبط يعني ممكن يكون مثلا بأوائي الثلاثينات بده بس فقط ميني ليفتينج خلينا نحكي شوي عن درجات شد الوجه ممكن نحنا نبلش بشد الوجه الجزئي اللي هو ميني ليفتينج اللي هو شد جلت فقط تعبائي شوية تشحم هون به هالمنطقة هاي ممكن يكون في شيء اسمو نيك ليفتينج يعني ممكن هاي المترهلة او ظاهرة عليها علامات العضلات بشكل حرف سبعة شد الوجه الكامل شد الوجه مع شد الجبهة هاي اربع خمس درجات من شد الوجه شد الوجه هي لكل حالة يعني كل حالة الى طبيعتها و الى حركاتها جراحية ممكن نحنا نشد الوجه نفسه نرفقه مع عدة امه ممكن نحنا نعبي بالشحم هالخط اللي هو موجود تحت الجفن السفلي ممكن نشد الجفن السفلي ممكن نشد الحاجب ممكن نشد الجفن العلوي ونفضين الشحم ممكن نحنا نأثر الشفة العلوية تكون الشفة العلوية ممكن نعمل تجميل انف مرافق ممكن نحنا نعمل خياطة للعضلات الموجودة بمنطقة العنق ممكن نعبي شوية شحم ممكن نشد الجفن فكل حالة كل وجه يدرس لحاله ونحط خطة ما يجب ان نعمل في غرفة العمليات فما في شيء اسمه كان يعمل سابقا انه قد نشد الجلد وخاصة موضعي سألتني السؤال كثير مهم شد الجائر لماذا يصبح شد الجائر؟ لانه انا بدي اعمل عملية مرة واحدة واتخدر تخديرها مرة واحدة وهي في شغل كثير مهمة اعمل لي تخدير موضعي فبس يعمل تخدير موضعي يسلخ عبارة عن ثلاثة اربعة سنطي من عند الاذن ويشد شد جائر وبالتالي بس يشد شد جائر اول شيء شد غير متناظر شد غير متناظر شد جائر وبالتالي بس يشد جائر وبالتالي بس يشد غير متناظر وبالتالي بس يكون في عنا جرح مسكر على تنشن او على شد كثير قوي فالنتبه ستتوسع فصل الاذن اذا كان في شد جائر وتخدير موضعي وهي اهم علامة لشد الوجه الغير متقن فصل الاذن ساحب لتحت فهذا معناته انه هو شاد زيادة عن اللزوم وما انه مسنبخ كثير فهي هاي الفياجات او هاي الفخاخ اللي ممكن يوع فيها الجراح وممكن تعطي شكل ما انه مرضي او شكل ما انه مرغوب فيه تمام فيه اشخاص كثير بتقليك ما بدا نسميه تشويه لكن فعلا عم نشوف هيك شغلات بالعيادة فيه اشخاص بتقليك طيب انا عندي مشكلة عندي لغلوغ بدي اشتغل برقبتي بس ما بدي اشد وجهي فينا نعمل هذا الكلام وفيه كثير صبايا عم تروح على الاجهزة اكتر تلك انا بالجهاز ممكن يروح ويختفي اللغلوغ بلا شق جراحي طيب سؤالك زو شقين اول شق اللغلوغ ممكن نعمل لحاله اذا كان بس اللغلوغ عبارة عن شحم لكن بتلاقي انتفاخ خاصة عند السيدات اللي بيبسوا الحجاب بتلاقي الحجاب حاصر اللغن او حاصر الشحم بمقدمة العنق هون اذا عملنا بالليزر بسقبة ناعمة تدويب لها الشحم هذا ولبسة مشهد لمدة شهر ممكن تستفيد بعمر صغير لكن اذا كان عنا ترهب جلد كبير العضلات طبع الرقبة مبينين هي بعمر متقدم فهم هم حيفيدة شفط الشحن لازم تعمل شد راحي اللي هو شق وراء الاتن ومنشد ومنستقصد الجلد متما تفضلتي نور بالنسبة لموضوع الاجهزة يعني اراح رايحكم هون لا اجهزة ما بتفيد هي مضيعة للمال ومضيعة الوقت بتنبسط المريضة انه تروح على المركز او على الواتيفر بتعمل جلستين ثلاثة بتدفع شوي مصاري لكن هي بتمبسط لمدة يومين او 24 ساعة النتيجة مؤقتة مؤقتة جدا يعني مجرد هي مضى 24 ساعة ما ستستفيد شيء فلذلك حزارة من الاجهزة هي الاجهزة يعني كل سنة بتغيير نحن صنع عشر سنة نشتغل جراحة التجميل نفس الجهاز كل سنة بعدلو بغيرو شك ويدهنو شوي ويتضعوا عليه اسم جديد ويجعلوا دعاية على وسائل التواصل الاجتماعي ويجعلوا للنسوان ويجعلوا لا يستفيدوا ويجعلوا جراحة وهي مضيعة للوقت والمال تماما كما قال الدكتور بعض التفاصيل هي اللجوء للجراحة والاستشار المختص هو أخير شيء ممكن تقوم فيه أي سيدة حتامان شكرا لوجودك مع المعلومات شكرا لننهي الخيوط غير مفيدة مفيدة لمدة شهرين والتلايفات اللي ممكن تحصل من بعدها يعني سيران طويل متل في الرداء شكرا جزيلا نستنى دكتور الأسبوع القادم أهلا وسهلا فيك شكرا فاصل صغير ونرجع لنكمل بقية حلقتنا سوا